كابتن عادل يمكن ما اتكلمنيش في ببرات النهاردة ما اتكلمك في ماتش الهندبول وليه لا لازم اتكلمك ماتش الهندبول واسألك الحلول لان ناقص اسبوع في اخطاء معالجة الاخطاء بسكت احنا هذا كبير احنا مش خفاف بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت تهد الدنيا لا طبعا انا ضد ده على فكرة اقول لي ليه؟ ليه وجهة نظر لكل وقت او لكل مقال حاجة كده ما ينفعش اللغبة الدنيا على بعض دي مباراة في الدول العام انا عارف ان جمهور الاهلي زعلان للغاية وليه حق وانا بديهم الحق وبقولهم لكوا حق تزعلوا انتوا جمهور عظيم جمهور كبير خدتوا على انكوا لازم تكسبوا حتى لما بتكسبوا وانتوا قداء كوحش بتزعلوا احنا برضو بنقولهم حققوا علينا في الوقت الحالي لكن انت عندك فايل عندك قابل انهاء انت وصل قابل انهاء يا فراقي يعني انت مش ميت اوي بمعنى لا لحظة كابتنة كمل بس انت كسبان انت لاعب في الدورة 14 ماتش لو كسبت الماتشين الجايين هتبقى اول الدوري كابتن عدل نادي الاهلي نادي كبير ممكن في بعض الاحيان يا امرض ولكن لا يموت كبير خلينا اكمل فكرتها يا كابتن انت عندك 14 ماتش عندك اتنين مؤجلين انا بكلمك على الدوري يعني لو كسبت تركب اول اتنين انت وصل قابل انهاء يا فراقي يعني انت هتلعب ستيف قابل انهاء لو كسبته في عدد الماتشين هتلعب فينال لتاخد بطولة قرية تروح تلعب في كاس العالم فلازم صبر وهدوق ودعم للعيبة والجاز الفاني ومساندة احنا الوقت اللي احنا فيه ده مش هتنفع تصلح كل حاجة لو جيت تصلح كل حاجة هتبوص كل حاجة انت مع المعسكر المغلقي اللي قالوا عليه كابتن اكيد طبعا ولكن انا بكلمكش على بص لما تيجي يا كابتن ايمن تده ثقة اللاعب في نادي كان من اسبوع من شهر فكاس العالم ليه الاندية ومكسلك الدنيا وانت عملته شيت بيه وتقوله انت جامد وانت بطل وعاوز دلوقتي تصلح معاه إلا يحصل تبقى حاجة عكسية اهدى والمدرب يهدى ويشتغل مع اللعيبة زي ما بيشتغلوا والفترة اللي هو شغال فيها دي يشوف ايه اخطاءه عنده تحليل اداء عنده واحد ممكن يحلله اداء وهو كمان يعد يتفرج على فيديوهاته يعرف يتفرج على مين عنده اخطاء يتفرج على التغييرات بتاعته كل الحاجات دي فنية هو القريب منها ولكن انا بتكلم على ايه المسندة وعنده غيابات لكن يا كابتن احنا من ناحيتنا وانا بتكلم على الجمهور بقولهم حقك تزعل وحقك تبقى يعني احنا الاهل مأخدك ان انت تبقى بتكسب على طول وادئك لازم يبقى كويس وانت ما بترضاش انك انت تبقى وحش لكن قدامك اسبوع احنا ما عندناش شهر يا كتب ولا شهرين نصلح احنا عندنا اسبوع وبعدين تصلح ايه انت بغض النظر على اللي حصل في المباريات الاخيرة فترة انت نزلت فيها لكن قبلها انت كنت ايه وماشي ازاي دروب دوت كان متوقع بسكت طالما في اخفاق في اخطاء طبعا ما حدش يقول غير كده احنا بنقول في اخطاء ودي حقيق بدليل انك اتعدلت المطشط الاخيرة عندك اخطاء فالاخطاء لازم تتصلح هيصلحها المدرد هيصلحها المدرد ولكن ما ينفعش انك انت طول الوقت دلوقتي الاهلي واللعيبة ما عندها ثقة واللعيبة وحشة لازم اقف جنبه اقف سندو احنا عندنا بطولة بتلعب انت وانت بتلعب انت مخرجتش من دور المجموعات في افريقيا او في دور المجموعات وانت زي ما قلت كابتن لو انت كسبت مشترك الموجله هتبقى اول برضو يا كابتن انت لو كسبت ستريف مطش هنا وعدد المطشين هتلعب فينال افريقيا او فينال افريقيا دي حاجة عادية لما تروح تلعب كاس العالم حاجة عادية يبقى احنا في النادي خلاص تحبنا واقعنا والبطل يمرض ولا يموت ونهدى شوية انا بتكلم على الجمهور انا مليش انا راجل زيكم انا جمهور زي زيكم بس انا بطلع حل لكن انا بقولك اهدوا ربنا يكرم ان شاء الله الايام الجاية او في اخطاء او بس لازم نقف ورا فرقتنا نقف يا حد ما نخلص افريقيا وبعدين هيبقى عندك واقع وما تخافش على الدوري ليه لانك لو كسبت الماتشين المؤجلين هتبقى اول دوري بنقطة يعني فرق نقطة عن التاني يعني انت ما اخطاء وكل حاجة ولكن في الاخر الامر بناش نبقى خفاف لما نكسب نقول احنا عظماء وبنكسب وبنقصر الدنيا ولما بنقصر بنقول احنا وحشين قوي واحنا نضيعين لا قوة الاندية الكبيرة اللي هي لما بتقع ثانية واحنا موقعناش نقف مزبوط وفي الاخر هرد لك لجمهور الاهلي اولا وهرد لك لفرقة النادي الاهلي التعادل احنا مش شي مبسوطين ولكن عندكم مهمة صعبة اقفل ركزهن على الاسبوع اللي جاي بالطريقة اللي انتوا شايفانا لانه كنتوا الاقرب صح يعودوا اتكلموا مع بعض يعودوا اعملوا المدرب يعمل لان هي دي كرة القدم ممكن اصبر عليه شوية اصبر يحدى ما يخلص الاسبوع ده دي وجهة نظري وعشان كده بقولك اقفل على المطش ده النهار صحي